قدم 33 نائبا في مجلس النواب اليوم رسميا طلبين لاستجواب كل من وزيري الطاقة والمالية وذلك استنادا لأحكام المدى 65 من الدستور والمواد من 144 إلى 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النواب مقدموا هذا الاستجواب استندوا في استجوابهم على ما وصفوه بالعديد من المخالفات المنسوبة إلى الوزيرين حسب رسالة الاستجواب وضف النواب بأن وزير الطاقة حسب تعبيرهم أخلى بواجباته بعدم تقديم خطة واضحة لعادة توجيه الدعم بالنسبة للمنتجات النفطية بحيث لا يتم المساس بالمواطنين وذلك على خلفية الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين فيما أوضح مقدموا الاستجواب أن استجواب وزير المالية يأتي نتيجة ما وصفوه بفشل الوزارة في اتباع سياسة ناجحة لإدارة الدين العام من جانب آخر جاء قرار إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء بناء على توصية من اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإرادات الحكومية والتي خرجت بتوافق نيابي حكومي حول هذا الشأن ويأتي القرار استمرارا لسياسة الحكومة المواقرة بخفض المصروفات وتنمية الإرادات الحكومية ورفع الإنتاجية لكن دون المساس بمكتسبات المواطنين ارتياح نيابي حكومي هذا ما خلص عليه الاجتماع الأخير بينهما قبل أن يخرج وزير الطاقة ليعلن عن تفاصيل خطة الحكومة لعادة توجيه دعم الكهرباء والماء هيئة الكهرباء والماء خرجت إلى الإعلام لتدلي بتصريحات تكشف من خلالها عن تفاصيل دعم الحكومة لهذا القطاع وما هو المردود الإيجابي من وراء هذا القرار حكومة البحرين تدعم قطاع الكهرباء والماء ب350 مليون دينار سنويا لتغطي الفرق بين الإرادات وبين كلفة الحقيقية تقريبا ميزانية الحكومة وميزانية الهيئة 550 مليون فييجي منها 350 مليون من الحكومة والباقي من التحصيل للإرادات دعم لما قلني 350 مليون وين يروح دعم الكهرباء فقط حوالي 170 مليون أو 170 مليون يروح حق دعم القطاع السكني و80 مليون تقريبا يروح حق دعم القطاع الغير سكني الهيئة كشفت استتار عن ملامح هذا القرار وعن أهم استفسارات المواطنين في هذا الشأن المواطن في سكنه ما راح يتأثر كل بحريني عنده حساب واحد في سكنه راح يظل الدعم كما هو راح يكون في مراعاة لكل الحالات هاي للمطلقة للأرملة للبحريني اللي عنده أكثر من بيت الصفاتحان فهذه راح يعتبر كحساب واحد ما راح يعتبر كحسابات يعني يمكن معناتا للشخص البحريني وممكن قد يصل الدعم الحكومي له إلى أربع حسابات حتى إذا كان مثلا أجنبي من زوجة بحرينية ممكن يستفيد مثلا يحسر الحساب بسم البحرينية فبالتالي يكون الحساب مدعوم والعكس كذلك اللي راح يرفع عن الدعم هو الغير بحريني وأيضا القطاع الصناعي القطاع الصناعي أيضا راعينا في القطاع الصناعي فئة معينة اللي هي فئة الشركات الصناعية الشركات الصغيرة والمتوسطة التطبيق الفعلي لأسعار التعرف الجديدة سيبدأ من الأول من مارس من العام الجاري 2016 سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين سهر عصفور لعملا نار في الل PDF السهر عصفور لعملا نارف الأخاب